السلام عليكم شباب شوكم شخباركم إن شاء الله كله بخير وصح وسلامة اليوم مقطعنا رح يكون على تحديث سكريبت كوت 19 السيزين اللي ينزل على اللعبة رقم 6 اليوم التحديث مالتنا رح أشرح لكم شرح بالتفاصيل ورح يكون أيضا المقطع فيديو عليكم خفيف ولطيف كل الأطلبة من عندك بالوقت الحالي إنه تشترك بالقناة وتفعل جرس تنبيهات تخلي للاك هذا الفيديو تعال خلي شوفك الشرح لهذا اليوم حيالله شباب مرة ثانية لتمنى أن عندك بداية الشرح أنه تقرأ هذه الرسالة اللي خالك إياها ملاحظات جدا مهمة بعد تنصيب السيكريبت عدم تغيير أزرار من المنصة الذي تستخدمها فقط على البي اس فايف والأكس بوكس والبلاي ستيشين فور تمام السيكريبت مصنوع افتراضي وإذا مغير أزرار يصر عليك السيكريبت حسبه الطلب والسيكريبت يختلف عليك ويكون من 20 دولار إلى 40 دولار الملاحظة هذي هم ملاحظة جدا مهمة متركز لعليه ملاحظة السيكريبت لا يوجد فيه من يوم ولا قائمة يعني ما رح تدوس L2Option يطلع لك فتشي بالشاشة تلي كرونيك زين هنا ما رح يطلع لك أي شيء السيكريبت صنعت من عنده نسختين نسخة رح تكون خاصة بالماوس والكيبورد ويكون نسخة ثانية خاصة بس بالجوستيك أريد من عندك تركز هس تقول لي بزاهرة يا موس وكيبورد أقصد عليهم الماوس والكيبورد اللي تلعب عليها على الكرونيك زين تمام؟ أكو سيكريبت خاص بهم بالماوس والكيبورد لأنني مطفة باف للماوس والكيبورد ومطة باف ثاني اللي هي سرعة استجابية مطلة للجوستيك فسميت السيكريبت الأول واحد اللي هو سيكريبت أتش يعني معناته للجوستيك تمام؟ وسميت السيكريبت الثاني اسمه M-K يعني الماوس والكيبورد لازم تحدد قبل الشراء تمام؟ سعر السيكريبت الثانية لنفس السيكريبت؟ لا كاتب لك هنا سعر السيكريبت الواحد 20 دولار سيكريبت الـ H 20 دولار سيكريبت الـ M-K 20 دولار تمام؟ الدفع شنون؟ هنحط لك الدفع مثل ما تشوف الطريقة الدفع خنزل للميزة اللي بعديها واللي هي الميزة الاسطورية اللي سويت عليها فيديو خاص بيها للنظام الـ MSS أريد من عندك تركز يا صحبي هذي جداً مهم بالتركيز على نظام الـ MSS لأنه استكريبت هذا قائم على نظام الـ MSS تمام؟ شخلت لكاني؟ خلتك نظام MSS اللي هو بتحديث 1.11 تمام؟ شرح كامل على الـ MSS فيديو كامل شرح لحاله سويت مقطع فيديو لحاله تقريباً 3 دقائق هذا الفيديو ما رح تشوفه أنت رح تشوفه على التليجرام بعد ما تضغط على هذا الرابط أسأل تقول له بزارة زين هذا المينيو اللي انت قاعد تشير عليه وشون حصل عليه هم حخلي لك رابط مالته بصندق الوصف تضغط عليه رح يوديك على التليجرام وكو مجموعة من السكريبتات اللي أنا مستعرضها يعني المينيو لكل السكريبت إلى مينيو خاص عجبك تقدر طلبه ومن ضمن هذا المينيو رح تحصله بهذه المجموعة اللي خالها بالتليجرام ورح أخلي رابطها وين بصندق الوصف هذا الرابط مرح تضغط عليه يطلع لك بالشكلة تضغط عليه رح يوديك على قناتي اللي موجودة بالتليجرام يطلع لك بالشكلة طبعا خلننزل للميزة اللي بعدها طبعا الميزة اللي ثانية والثالثة والرابح والخامسة عندك نظام مثل ما تشوف طبعا بعد شيء أضحي لكم بعد أكثر عن التوضيح هذا يا ولدان يتمنعدكم وتركزون لذاك اللي صارت فد مشكلة بي شخص الصراحة ظلت تحز بقلبي لأنني قلت لي فد كلمة لصراحة يعني أنا هم على فترة دورات التعامل ويكل الناس يعني يقول كل هذا الشرح وبعد شيء شرح لهم عليهم وديسر عندهم يعذر من كلامي عمدي استوعبون اللي أنا قاعد داع شرحة يعني بأكثر من هالي البساطة شون أشرحها بعد عليهم اتوصعدكم الفكرة طبعا هواي ناس يسأل عن نظام الامسست ويسألون على نظام الثبات شون أتعامل الثبات شوف يا صاحبي هاين ما عندك ليش نعمل فيديوهات أقول ركز 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 لاني ما رح أعيد لك الشرح على الواتساب ولا رح أقول لك سو هاي الطريقة وهاز هل نداش رح لك هنا أنا فقط شوف نظام الثبات عندك نظامين نظام فوق وجوه مثل ما تشوف نظام عندك فوق وجوه وعندك نظام يمين يسار ثبات يمني يسره وفوق وجوه شوف السهم اللي بلون الأزرق يعني مناتي دايشير لك باللون اللون الأزرق دايشير لك فوق وجوه شون تتحمل يا دا أقول لك هنا أنا أضغط دار أضغط L2 دائرة سهم فوق زيد سهم جوه تنقص من الريكويل اللي هو عليه من على الفوق وتجوه الريكويل تمام طبعا أنا مطق قيمة كيت بالسكريبس اللي هي قيمة تشقيت قيمة تشقيت دا شوف قيمة 25% باتس تقدر على 25% زيدة عليها وتنقص عليها تمام هسا راح ننزل لنظام الثبات اليمني واليسره شون تتحاملوا يا دا تشوفون هانا السهم باللون الأحمر دايشير لك على هذا البوكان دايقول لك ثبات اليمني واليسره شون تتحكم به تمام اذا ضغطت L2 دائرة هذن يمفتاح التعيار مال الثبات اليمني واليسره والفوق وتجوه سهم أيسر ينقص وسهم أيمن يزيد اذا ردت تتنقص من الأيمن فتضغط على السهم الأيسر وذا زيدت بالتجاه الأيسر وتتنقص من الأيسر لازم تضغط سهم الأيمن فأنت تشوف السلاح وان داي روح راح يمنى تسحب يسره وذا راح يسره تسحب يمنى ولا حكو الزورات صحيح يروح السلاح يسره تسحب يمنى دايشوف هذي المعادلة اللي دايش راح لك عليها فأرجو من عندك أرجو أرجو من عندك هذا يعني هذا إلك خماتين هذا الشيء أنت بعد ما تشتري السيكريبت تروح ترجع على المينيو اللي قاعدة أشرح حالية هسا بالوقت الحالي تمام هسا هذا من ناحية الثبات قفلنا عليه عندك ميزة الثالثة وميزة الرابعة وميزة الخامسة اللي هو الرابط فاير تمام والقفز يظل يقفز اللاعب بها كل التفعيل لازم تفعلها أنت وعندك حبس الأنفاس هذين ثلاث مواصفات اللي قاعدة تشوف هذا واحد وهذا الثاني وهذا الثالث هذين الطافيات هذا الرابط فاير الطرقات متواصلة هاي أزرار تفعيل ما لاتشوف L1 سهم فوق نفس الزر تفعل ما عنده نفس الزر تقفل ما عنده عندك النظام القفز أنا شيتها شيت بسابق خالي درب شوت خاليتها هسا بالوقت الحالي القفز كلش الناس تحتاجها شوف كلش الناس مقبلة عليها فبدلت بالدرب شوت إلى نظام القفز فهنان يجي عندك التفعيل نظام L1 سهم ايسر تمام نانا حفز الانفاس هي مو شغالة لازمت تشغالها عندك L1 سهم ايمن طبعا أنه راح تملكم هذا الفيديو كل الحب تقدير لك ما طلق قصتنا لهذا الفيديو شوفكم على خير ونشوفكم مقطع فيديو جديد ونقولكم يا شباب ثمالله